اتصالات مكثفة حول المنطقة تشمل التوتر في جنوب اللبناني الذي سيحضر في زيارة الملك عبدالله الثاني الأسبوع المقبل إلى بريس وزيارة الدولة التي سيقوم بها أمير قطر إلى فرنسا بعد أسبوعين وتتابع كوادر الدبلوماسية الفرنسية تطورات الموقف عن قرب في ظل مساعي وطروحات التهدئة للتخفيف من حدة التوتر وكشفت المصادر أن حصيلة مباحثات الوزير سيجورني مع المسؤولين اللبنانيين تناولت التصعيد في جنوب والشغور الرئاسي لكن الموضوع الأكثر إلحاحا واهتماما في نظرها يبقى خطر توسيع الحرب الذي ما زال قائما ولا يمكن استبعاده ولفتت الكوادر إلى أنه انطلاقا من المخاطر السائدة فبريس ترى ضرورة في تحمل مسؤولياتها والقيام بدورها لمحاولة منع التصعيد وأشارت المصادر إلى أن هذه التروحات موجودة على الطاولة التي قدمتها بريس من أجل التوصل إلى التهدئة وخلال مراحل على تقليص التصعيد للتوصل إلى التهدئة بالتزام الجانبين والمرحلة الثانية سحب أسلحة حزب الله من جنوب الليطاني وفي إطار المقترحات الفرنسية تعزيز دور الجيش اللبناني الأمر الذي يتطلب قدرات أكبر وفي إطار مساعدة لبنان ونشر الجيش في الجنوب فمن المتوقع أن تدعو فرنسا في الأسبوع المقبلة إلى اجتماع لأصدقاء لبنان من أجل الحصول على دعم مادي لدعم قدراته وعلى الصعيد السياسي رأت المصادر أنه وسط الأجواء الهشة فإن اللبنانيين اليوم في حالة انتظار كي تتبلور الأمور في غزة طرح لا يشاطره الوزير سيجورني الذي أكد للمسؤولين اللبنانيين أنه لا بد من القيام بالعكس تماما لأن الأوضاع متوترة للغاية مشددا على ضرورة وضع حد لشغور الرئاسي وأنه لا يمكن أن ننتظر هدنة في غزة لتسوية المشكلة السياسية ومن المتوقع أن يقوم المبعوث جون إيف لودريان في الأيام المقبلة بزيارة إلى بيروت موسيقى